بعد التحديد الجديد يا عزيزي المتابع كلنا الآن تبعنا صعب خايس والهيتشوت صارت معنا صعبة جدا لأنه كيف ما يقول مثلا لكل مقام مقال يعني لكل تحديد اعدادات خاصة به فمثلا الاعدادات اللي كنت حطها أنا وانت يا عزيزي المتابع في التحديد اللي فاس ما صارت تشتغل حاليا أو بمعنى اصح صارت اعدادات غير صالحة لذلك انت محتاج لإعدادات للتحديد الجديد ومحتاج إعدادات تخليك ميتل وايت فور 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 محتاج إعدادات تخليك تجيب وان شوت بسهولة لذلك حلك عندي في هذا الفيديو يا عزيزي المتابع رح أعطيك أقوى إعدادات للهيت شوت لما رح تخليك يا أسطورة بس تجيب الهيت شوت وخلاص ولكن رح تحسن لك الايم لدرجة كبيرة وانت رح تلاحظ هذا الشي ورح يصير لعبك مرة مرة خرافي تكلمت كثير صح ولكن همي الوحيد هو أنك تطلع بعد هذا الفيديو وايت 444 وانتهى الموضوع لذلك تابع معي المقطع للنهاية علشان تستفاد ولا تنسى يا أسطورتي أنك تحط لايك وتشترك في قناة وتفعل الجرس لكي يصلك الجديد في التانية الأولى وكمان تشترك في قناتي الثانية قلعات الحقيقة وكمان تعملنا فولو في الانستغرام والآن يا أسطورة رح أوريك الايم تابعي في الرومات كيف صارت وصدقني رح تنصدم صدمة كبيرة لما تشوف اللين إكس كيف صارت والأيم عندي صار مرة تابت على الهدف والآن بدون مطولة يا أصدقاء تعالوا معي علشان تشوفون بعض الرومات التي لعبتها وعلشان تشوفون الأيم تابعي كيف صار في هذه الرومات لأنني أكثر شيء ألعبي يا أصدقاء وهو الرومات لذلك يا أصدقاء آخر شيء رح أقوله الناس اللي بدت تلعب معي رومات تجي على الانستغرام لهو هذا ويعني وتتحداني في روم ورح أقبلهم ورح ألعب معهم رومات الشيخ النوي رح نلعب روم يا أصدقاء مع الشيخ النوي مهم يا أصدقاء كيف ما بتشوفون رح نلعب الروم مع الشيخ النوي أوكي نحمل الحزمة مهم يا أصدقاء هذا الشخص وجدته بس في العالمية وما يعرف لا أنا يوتيوبرز ولا أي شيء قلت له عندك روم قال لي عندي روم قلت له سويها وهو سويها كيف ما بتشوفون رح نلعب معها الوان بس وان اثنان واحد وخلونا نبدأ يا أصدقاء أوكي وأخيرا بدأنا الروم يعني أنا كنت بس أحمل الحزمة نشتري ديقل أوكي ونشتري كمان شوزقان ونشتري كمان يا أصدقاء تلجال خود المسوئتنا الأشياء بس المهمة كيف ما بتشوفون نشتري كمان نقاط فوش سريع أوكي يلا تعال تعال يلا ووريني بس راسك ابلع للم لممات والله اعطيثوا حمره وممات يا أصدقاء والله أوكي وأخيرا طيحنا يا أصدقاء الجولة الأولى جبناه وانطب أعطيثوا وانطبين علشان يموت يعني الأيات يا أصدقاء فيه تباس مرة مرة أسطوري بفضل إعداد وريني راسك يلا وريني راسك أ상이 بلع ابلع إبلع أين الإجراء إتنان لسفر يا أصدقاء والله إننا كفو يا أصدقاء يلا اقسم بالله اننا كفو يلا تعال يلا وار ابلعل اوكيوكي جبتو فيه مئة وثلاثون كيفما شفتم يا اصدقاء يلا وريني بس راسك اوكي سوي دم وشهنا كمان خلونا نسوي دمنا يا اصدقاء الدربة المغمست في الزيت ابلعل مووت مووت والله اوان طب قسطوري يلا موت يا اخي يلا وريني راسك ابلع ابلع كنا لا لم ما مات ما مات ليش يا ما مات يا اصدقاء اوكي سوي دم يلا سوي دم يالله يا تلجا! إنزالي لي الله! اوكي ورين على راسك.. لا 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 لا.. لا لا لا.. لقصدقي يختبيء وراء التلجية يا أيضا ما أشفته اوكي يا صديقة عادي و اقصدقي اهمي müsst لا اعجب مهم يا صديقق يعني.. كنت رح أفوز عليه في هذه الجولة ولكن للأسف ما مات في تلك الوان طب بالشوذق فوش سريع أطول قصدقي ا pública! учيتي على ط michael والله.. حمي ينكا يلا فوش يالين إكس يلا أوكي ابلع يا حبيبي إبلع وانتاب أسطور يا بلأس ثماني يلا آخر جولة يا أصدقاء ننهيها بأقل أضرار يا لبان إبلع إبلع وانتاب ولا أجمال وانتاب ولا أرواح وبوية عن جدارة واستحقاق يا أصدقاء ستة لواحد كيف ما بيتشوفون والله العظيم إني كفو أنا 2457 في الضماج وهو 1006 أوكي كفو والله العظيم يا أصدقاء شفتم يا أصدقاء لإمتبعي كيف صار والله الإم صار مرة مرة أصدوري وصلت لمرحلة يا أصدقاء تخيلوا معي أنا يوتيوبرز واليوتيوبرز من المفروض يا أصدقاء يكونوا عنده ملايير لأصدقاء في اللعبة وأنا يا أصدقاء أبحث على أشخاص في العالم وفي كتير ناس ما يعرفوني أوكي رح نلعب مع القناوي شخصيا يا أصدقاء يعني كيف ما قلت لكم يعني في ناس كتير في العالم ما بيعرفوني رغم أنني أقول لهم يعني مثلا أنا واصلا يا أصدقاء ما بحب أقول لهم انني يوتيوبرز ولا اي شي اقول له تعال نلعب روم وخالص ما بده لا يعرفني ولا اي شي بمجرد ما يعرفك يوتيوبرز ايش هالي هي اول كلماته يلا تعال اوكي بوش على السرية يلا وريني بس راسك يا اخي واي بلع ابلع يا حبيبي ابلع معك اللين اكس مالك الاحمر مالك اعدادات لهيتشوز ما في اي شخص افضل منه شكلي طولت معك في هذه الجولة يلا بان اوكي بوش على السرية يلا وريني بس رأي بلع والله يا اصدقاء اني كفو انتهى الموضوع شهannel يارغ TP صارت مرة مرة снهل ومرة مرة سطور يا يعني Qt reef واللهي يلا عظيم وترفع Ukraine خالص انتهى الموضوع يعني كل سر جيدة واين هاد ياخي وين يلا وكيدة لا 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 شوفو كام خżeلي دمي راح اموت الله ياله العبر نقنا راسك وينو 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 شوشو يا اصدقاء بيجري ماتری جlit ثقة احمر شفتم يا أصدقاء يعني تباتل أم حتى في الجري يعني شخص يتحرك وتجيب وانطب شفتم يا أصدقاء نتيجة الإعدادات أوكي وريني راسك يلا أوكي نختم هذه الجولة بسرعة إبلاء لا 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 ما جبتم أوكي ببوش على السريع يلا تعال يا حبيبي تعال يلا تعال 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 وريني راسك إبلاء لا 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 أقسم بالله إني أسطل عندي لاق مطبيعي يا أصدقاء والله دائما يحدث لهذا الشي لما أكون أصوت هل عطيته وانطب ما مات أوكي مات شفتم يا أصدقاء كمية اللغ والله العظيم لغ مطبيعي أبدا والله ولا نهاء وكل شيء ورغم ذلك جبتم وانطب يلا تعال وريني راسك إبلاء لا لا أوكي أوكي ما جبتم يلا وريني وريني والله إبلائ يا راسك راح تبلعين تهل الموضوع يلا إبلاء يا حبيبي وينوا وينوا يلا أوكي أبلاء ما مات ما مات لكن لم ما مات والله ما مات ي Voiceover إبلاء كمان ما مات أوكي شفتم يا أصدقاء كمية اللاق وفي الآخر واحد في التعليقات يقول لي الإعدادات ضيد وكذا تخيل معي بهذا اللاق كله تجيب وانطب يا أخي ما في أقوى من هذه الإعدادات انتهى الموضوع أوكي خلونا نخرج علشان نشوف كم جبنا في الضماج والأشياء هذه أوكي هو جب مائة في الضماج كيف ما بتشوفون وانا 2008 والله العظيم إني كفو أوكي والله العظيم إعدادات مرة مرة أسطورية والآن يا عزيزي المتابع اركز معي جيدا في كل كلمة رح أقولها لأنه الإعدادات اللي رح أعطيك إعدادات مرة مرة أسطورية ولكن الفرق في إيش وهو إنه الإعدادات اللي رح أعطيك رح تكون محصورة مثلا رح أقول لك العام ما اعمل فيها مثلا ما بين 80 والمئة اعمل كذا النقطة الحمراء ما بين كذا وكذا فهمين الفكرة ما رح أعطيكم إعدادات تبعي بالضبط لأنه أنا عندي هاتف أوبو إنت يمكن يكون عندك سامسونج يمكن يكون عندك أنفينيكس يعني الإعدادات التبعي بالضبط ما رح تشتغل لك لأنه هاتفك مختلف على هاتفي لذلك هذه الطريقة الوحيدة علشان تجد إعدادات خاصة بك والآن بالشرح والتطبيق رح تفهمني والآن يا عزيزي المتابع ركز معي في كلامي ولما يكون الساكورة الأسطورة يتحدث معك لازم أنك تركز في كلامه بشكل جيد وما تلف لا يامن ولا ياسر خليك مركز في الفيديو أوكي أصدقاء نروح للحساسية بهذا الشكل وهذه هي إعدادات يا أصدقاء كيفما بتشوفون أمامكم أي واحد عنده هاتف أوبو هذه هي الإعدادات التبعي العامة عامل فيها 100 النقطة الحمراء عامل فيها 10 العدسة في 2 عامل فيها 34 العدسة في 4 عامل فيها 23 العدسة القناصة 56 والنظرة الحرة 50 إذا كان عندك هاتف أوبو اعمل سكرينشوت لهذه الإعدادات رح تنفع معك وإعدادات مرة مرة أسطورية كما أقول إذا كان عندك هاتف أوبو عندك هاتف تاني تابع معي الشرح علشان تفهم مهم يا أصدقاء إذا كان عندك هاتف آخر المهم كيفما كان نوعه أم فينيك سامسونج أي شيء بالنسبة للعامة رح تعملها ما بين 95 بهذا الشكل ما بين 95% ولما أقول لك 95% لازم أنك تفهم كلامي جيدا لما أقول لك مثلا يعني هذا الشيء ينطبق على باقي الحساسية كلها يعني مثلا قلت لك ما بين 95% إنت أعمل 96% وجرب ما نفعت معي مثلا ما نفعت معي ولسا أضرب الأصفر أروح أعمل فيها 97% بهذا الشكل ومرة أخرى أجرب وأعمل 98% ما زبطت 99% ما زبطت 100% مثلا يعني هذه الفكرة النقطة الحمراء أنا أعمل فيها 10% ولكن إنت أعمل فيها ما بين الخمسة إلى غاية العشرين بهذا الشكل يعني النقطة الحمراء مرة أخرى رح تجرب 6-7-8 لحد ما تجد يعني الحساسية اللي رح تنفع معك فمن الفكرة يعني أنا قلت لك اعمل النقطة الحمراء ما بين الخمسة والعشرون أنت يعني أجرب 6-7-8-8-2 يعمل فيها ما بين الثلاثين والخمسون العدسة فوق أربعة يعمل فيها ما بين العشرين والثلاثون العدسة القناصة ما بين الخمسين والستين النظرة الحرة يعمل فيها اللي بالدكية يعني هذهك ما تهم نومتهم من أي شيء في الوانطاب فمن الفكرة وهذه هي الإعدادات الأسطورية يا أصدقاء الآن نيجي للأيم يا أصدقاء الأيم ما عندنا تابت أبداً بهذا الشكل كما بتشوفون ونضرب بس الأسفل الأسباب هذه تكون الحساسية عندك أسطورية ونافعة مع جهازك ولكن حجم الأيم عندك يعني هو السبب اللي يخليك ما تجيب الوانطاب مثلاً أنا عامل فيها 49 مرة مرة أسطورية يا أصدقاء وصارت الوانطاب معي يعني سهلة بس لأنني عامل فيها 49 إذا كان عندك هاتف أوبو مت لأعمل فيها 49 كان هاتفك من أي نوع آخر لازم أنك تعمل في حجم الأيم ما بين الأربعين والخمسة وخمسون ركز معي الأربعين والخمسة وخمسون ومرة أخرى رح تجرب 41 42 43 وتشوف أيمك كيف صار وهذه أسهل طريقة لشان تجد إعدادات خاصة بك وصدقني رح تصير مرة مرة أسطورة يعني بهذه الطريقة الأسطورية والآن يا أصدقاء أعطيتكم الإعدادات أعطيتكم الحاصر أعطيتكم كل شيء الآن الشيء الوحيد لتبقلكم هو أنكم يعني بعدما تسووا هذه الإعدادات وتتعلموا في البوتتلي أمامكم مباشرة رح تروحوا للتدريب وتبدأوا تتدربوا في الناس الحقيقية علشان يتحسن الإيم تبعكم ويصير مرة مرة أسطوري وهذه هي الطريقة التي دائما أجد بها إعدادات وأجيبها لكم في القناة هذه سر المهنة يعني مهم يا أصدقاء شكرا لكم على المتابعة كيف العادة لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وأيضا تفعيل جرس وفي هذا الوقت وفي هذه اللحظة التي تشاهدون في هذا الفيديو رح أكون إن شاء الله نزلت فيديو في قناة التانية رحوا شاركوا فيها وكمان شاهدوا الفيديو الجديد رح أترك لكم الرابط في الوصف أيضا في أول تعليق متبات وفي ظن مطاولات أكثر كان معكم أخوكم لين ايكس والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر